التسويق تحتاجه في كل مكان في الأفكار ومنتجات وحتى الخدمات لا بد أنك تحتاج كيف تسويق ذاتك في النهاية يكون عندك فرص أمامك طيب هذا جزء من التسويق يحتاج أن يكون لدينا مجلس أو ما يسمى بطريقة مختلفة لخدمة الشباب سواء في المنظمة أو حتى خارج المنظمة يحتاج مجلس الشبابي هذا في النهاية ينقل صوت الشباب إلى الرأس الحرب إلى الرئيس تنفيذي إلى النواب فمثلا شخص للتو عمل في شركة كبرى ما صار له بالوظيفة سنتين تقريبا إذا كان عضو في مجلس شبابي بيلتقي بالرئيس تنفيذي المنظمة والنواب هذا بيعطيه بعد مختلف تماما عن البعد الوظيفي ليمارسه فيكون مكمل لعمله بشكل يومي مجالس شبابية هي مجالس تخدم الشباب بمفهوم العامل مع الشباب من أجل الشباب نشكر راعي الحلقة من تروز اللي يوفر مشروبات متنوعات وناسب جميع الأذواق نترككم مع الحلقة مشاهدة ممتنة حياك الله أبو عمر حياك الله سيدي أهلا وسهلا الله يطول لي عمرك شكراً على تلبية الدعوة شكراً لكم على الدعوة وترجعتني للبترول أي شيء من البترول وأنت وطلع بترول ما قدر أقول لا أبرك السعات الله يطول لي عمرك أبو عمر ودي نبدأ من التخصص بداية نحن كنا نتكلم قبل التصوير وتذكرنا موضوع التسويق ودي تعطينا من البحر هذا حق التسويق كيف اخترت التخصص ومدى تأثير التخصص التسويق في الجانب التطوع سؤال جميل سيف أعتقد التسويق أنا بالنسبة لي جزء من شخصيتي مثلاً يمكن في الجامعة وتخرج في جامعة بترول التخصصات يمكن دائماً طلاب العمترول يمنون إلى التخصصات التكنيكيك أو التطبيقية تطبيقية بشكل نعم نحن دائماً نقول في النهاية الباشن أو الرغبة اللي بتحدد الشخص في مجاله في الحياة بتساعده بشكل كتير جداً إذا اخترت تخصص ممناسب التسويق بعضهم ينظر التسويق أنه فقط جانب والله متعلق بالمنتجات أو الخدمات وهذا يعني جواب ليس كامل أنا مش أكاديمي أنا أجاوبك من جواب يعني شخص ممارس بالسوق التسويق تحتاجه في كل مكان في الأفكار ومنتجات وحتى الخدمات الأشخاص اللي مالين أنهم يكونون مع الناس تلاحظ الجانب الفني أو من ناحية الاتصالي يكون عالي جداً فالتسويق عنده تحتاجه يعني في كل القطاعات وكل كل الكينات لما تكلم والله ذكرتلي عن الجانب التطوعي لابد تحتاجه كيف تسوق ذاتك في النهاية يكون عندك فرص أمامك طيب هذا جزء من التسويق أنا أشوف التسويق أخي سيف في كل مكان في الحياة حتى في الحياة الشخصية إذا الإنسان ما عنده تسويق عالي بيكون عنده تحدي شوي صعوبات صعوبات في بناء العلاقات وطريقة العمل فأنا التسويق بالنسبة لي أحس جزء من كياني في النهاية والحمد لله يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني ما كان عندي حيرة كبيرة جداً بالتخصصات واخترت التخصص عن رغبة وأيضاً من ناحية الممارسة طيب كيف ارتبط أبو عمر التخصص التسويق في موقعك اليوم كرئيس لشباب مجتمعي يمكن أنا ودي أرجع شوي بالذاكرة يمكن أنا ما وصلت إلى يمكن كالمنصب الحالي إلا بعد يمكن تجارب عدة بقطاعات مختلفة بس يمكن أغلب تجارب العملية كانت بين يا الاتصال المعسسي وهو جزء طبعاً من التسويق أو أني أكون والله في السي اس آر وما يسمى بمسؤولات اجتماعية أو يعني المجتمع بشكل عام هذا بحد ذاته جعل مني بعض المهارات اللي بنيتها أثناء فترة الجامعة يمكن تطوعي بالسي آي ميكلاب وكثير من النوادي الموجودة في الجامعة اللي هي لاها علاقة بالتسويق خلاني بشكل أكبر أنه يكون عندي بعض المهارات اللي ممكن أسيد منها بسوق العمل أنا دائماً نقول التسويق هو فن وبنفس الوقت علم وبنفس الوقت مهارات يعني من التخصصات اللي لابد يكون فيها الحس الفني عالي التسويق الكاركتر قريب من الشئ المستهدف نعم لأنك في النهاية تكون جزء من شخصيتك صحيح فإذا كان بعض الناس والله عنده معلومات ويعطيك وهذا لكن يفقد الحس ما يقدر يوصل ما يقدر يوصل معلومة أنا ما أدعي أن يقدر يوصل معلومة بشكل كبير جداً نحن ما سنحاول لكن هو في النهاية يعطيك أول شيء تعرف الشخص قبل ما أنك تعرف التخصص بعض التخصصات تحتاج أنك تعرف التخصص قبل ما تعرف الشخص أنا ما يهمني والله الكاركتر حق الشخص أنا أحتاج أنك تفيدني بهذا الموضوع مثل التخصصات الطبية أو التخصصات بعض التخصصات في الهندسة التسويق والإدارة لا في النهاية أنا أشوف الشخص كيف طريقته تعامله معاي كيف شخصيته وأيضاً مهرات اللي في النهاية بتقود العمل بشكل صحيح سوري على الإجابة الطويلة هذه لكن أنا يعني باختصار التسويق هو بحر فن علم وأيضاً مهرات طيب أبو عمر خلينا نتكلم عن الجانب قبل ما تتوجه للقطاع الغير ربحي خلنا نقول أنت عملت في قطاعين القطاع الخاص والحكومي وبعدين توجهت للقطاع الغير ربحي صحيح أنت اشتغلت في شركات كبرى سابك أرامكو ودي أعرف كيف اختلف العمل في شركات كبرى مثل هذه والعمل في الشركات خلنا نقول الناشئة جميل الشركات الكبرى هي تكملة لدراستك في الجامعة أنا دائماً أقول فخور أني عملت في أرامكو السعودية وشركات سابك هي جامعات كبرى تتعلم منها وتكتسب منها مهرات وتكتسب منها قيم وخبرة وخبرة وتضيف للبروفايل حقك الوظيفي يعني ما في طريق واحد بعض الناس يبدأ يعني بعد تخرجوا مجامعة بشركات الناشئة أنا دائماً أمين أقول خذ المهرات اللي أنت تحتاجها سواء بالشركات الناشئة أو الشركات الكبرى ميزة الشركات الكبرى أن تعطيك مساحة وتعطيك فرصة أنك تجرب وجرب نفسك والله أنا أقدر أقود القسم بالشكل الصحيح في عندي كيبي آيز معينة ففي عندك ما يسمى بالحماية الجيدة مهنياً الشركات الناشئة لو ما أدرت العمل بالشكل الجيد قد تكون خارج سوق العمل وهذا شوي في البداية تكون مخيفة أنا ذكرت يمكن في حلقة سابقة من يمكن بودكاست اللي يسمونا الوظيفة العمر أو المعادلة الوظيفية أو إذا تسمح لي أتكلم عنها بشكل سريع جداً المعادلة الوظيفية تكون موجودة عند الشخص لما يتخرج من الجامعة هو يعني يضع معادلة الوظيفة أو هي تضع معادلتها الوظيفية أنا واشي يهمني في البداية واشي المهارات تنقصني واشي المهارات اللي عندي الآن نومي يتخرج من الجامعة وبعدها يبدأ يغير من معادلة الوظيفية إلى أن يرتقي يسلمه الوظيفية أو سلمه الوظيفة بحنا نحتاج للشباب أن يكون عنده معادلة مبدئية يستطيع من خلالها بعد تخرجوا من الجامعة تكون موجودة وأنا دائماً أذكرها بشكل بسيط جداً يعني ثالث دوائر الدائرة الأولى أو الشغف سواء بعد ما اخترنا التخصص طيب الآن وش الشغف أو المجال اللي بأعمل فيه اللي بيساهم ويبيخليني كل يوم أقوم الصباح وأنا يعني الإنرجي عندي عالي جداً وش الجدارات اللي عندي في النهاية بتخليني أقدر أساهم بشكل جيد ويبقى عندنا المهارات اللي طلبها سوق العمل ويحتاج أن يكون عندنا توافق بين الثلاث دوائر هذه إذا وجدنا التوافق هذا بيكون عندي سويت سبوت أو ما يسمى بدائرة جميلة أقدر من خلالها أني أبدع ويكون عندي إضافة مختلفة تماماً عن غيري ما في طريق واحد في الحياة المهنية أنت تحتاج أنك دائماً تشوف المهارات اللي عندك والأغلب الآن يتحدث سواء الخبراء في المورد البشرية أو غيرها من رؤساء التنفيذية يقولوا والله هنا نبحث عن المهارة المفقودة في المنظمة نبحث عن الإنيرجي المناسب اللي بيضاف للمنظمة الشهادة والمعلومات جميلة لكن إذا كانت أو مفقودة عنها المهارات بيكون عندها تحدي كبير جداً بالتمييز طيب أبو عمر ودي أرجع سلة الضوء على مسألة القطاعات والفرق بينها أنت توجهت بعد القطاع الخاص القطاع الحكومي بداية من هيئة الزكاة والدخل أولاً كانت البرنامج تحول وطني ثم بدين هيئة الزكاة والدخل كيف لمست الفرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأيهم تشوف أنها الأفضل؟ نحن طبعاً أخي سيف ما نقدر نقول وش الأفضل؟ الوطن أو في النهاية بشكل عام يحتاج كل القطاعات أن تعمل بطريق واحد نحن يمكن محظوظين بهذا العصر رؤية المملكة 20-30 بقيادة السمو سيدي ولا العهد يعني عصر جبار وأيضاً بنفس الوقت ذهبي فيه فرص كبيرة جداً كان في السابق الناس مثلاً تعمل في القطاع الخاص مو كثير يتجهون القطاع الحكومي وبعضهم يعملون بقطاع الحكومي ما يتجه لقطاع الخاص الآن فرص في كل قطاعات موجودة قطاع خاص قطاع الحكومي وأيضاً قطاع غير الربحي نحتاج يكون عندنا مهارة في التركيز وش الطريق اللي أراه أنا مناسب اللي أقدر أني أضيف فيه القطاع مثلاً حكومي يوم عملت في برنامج السحر الوطني وهي الزكاة والدخل تعلمت عن رؤية المملكة 20-30 أكثر تعلمت عن الفرص الموجودة أضفت للبروفايل الحقي بشكل جيد ومحظوظ أني جربت أتكلم الجهتين على اختلافهم بشكل جيد طول حياتي يمكن في بداية تخرجي من الجامعة أني عملت فيه سابق وأرامكو تقريباً مدة 6 سنوات أو 7 سنوات فخلي عندي صورة معينة للعمل تحتاج أن تكسرها شوي وتروح إلى قطاع مختلف القطاع الحكومي تتعلم فيه تتعرف فيه على شخصيات مختلفة وأيضاً بنفس الوقت يعني يتعلم أكثر عن رؤية المملكة 20-30 قطاع غير الربحي يمكن بسألني السؤال القادم عن القطاع غير الربحي قطاع غير الربحي يعني هو في النهاية قطاع واحد وقطاع يعني فيه من الفرص كثيرة جداً قد بعض الأحيان نختلف بتعريفه أو والله صورة القطاع هذا من الناس اللي يعملون في هذا القطاع أنا مش نظري متواضعة أن من يعمل في هذا القطاع لابد أن يكون على أعلى كفاءة وإن شاء الله نكون كذلك من يعمل في هذا القطاع يحتاج أن يكون لديه ميزة تنافسية لأن القطاع يحتاج إلى كفاءة أخي سيف ما يحتاج إلى والله أن القطاع لا ما يكون والله منتج ومن هذه الأمور لا 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 يعني أحد الأحداث في رؤية المملكة 2030 هو المساهمة يعني بنسبة 5% من الناتج المحلي في النهاية أنا أحتاج أن القطاع يعمل يكون له منتجات يكون له برامج مختلفة فإجابة بسيطة للسؤال عن القطاع غير الربحي هو قطاع واعد والفرص اللي فيه يعني جداً ضخمة مع القطاعات الأخرى طبعاً بس ليش انتقلت للقطاع الغير الربحي هل الاستفادة من هذه الفرص ولا في شيء معين لمسته في هذا القطاع خلاك تترك القطاع الخاص والحكومي وتتوجه للقطاع الغير الربحي ما يميز أخي سيف القطاع غير الربحي إنه ممكنك تشتغل في عملك 18 ساعة 19 ساعة وما تحسب تعب لأن في النهاية أنت ترى أثر وإن شاء الله يكون كذلك أثر عظيم قاعد تضيفه للقطاع والكيانة اللي أنت تمثله ما ودي أقارن صراحة بس لو أني اشتقلت مثلاً بشركة تجارية بحتة الكي بي آي اللي عندك ربح وخسارة بس الكي بي آي في القطاع غير الربحي أثر والأثر ما تحصله في يوم وليلة تحصل سنوات صحيح والوصولية في القطاع غير الربحي كبيرة جداً أنت قد تصل إلى مدينة كاملة ببرنامج تقدم للمجتمع طبعاً النية اللي بيحكمها الله سبحانه وتعالى فحنا يمكن القطاع مسمى قطاع غير الربحي بدل القطاع مثلاً بعض الجهاز سميه قطاع خيري أو ينيكن ما أنا خبير أني أقولك والله وش الفرق بين المفردتين بس أنا أقول القطاع غير الربحي هو قطاع يحتاجه الوطن يحتاج أن يضاف الاقتصاد الوطني ويحتاج أن يكون لدينا منتجات اجتماعية تصل للأسرة تصل للمجتمع تصل إن شاء الله إلى بقية المدن والوطن بشكل نعم هنا نحتاج في القطاع غير الربحي كفاءات نحتاج أفكار جديدة نحتاج أيضاً كينات مختلفة القطاع غير الربحي يمكن بعض الناس يشوفه بس من زاوية الجمعيات ويعني نرسل رسالة شكري كل الجمعيات اللي موجودة في ملكتنا الحبيبة يعملوا بشكل جيد لكن أيضاً القطاع ترى يحتوي على جمعيات يحتوي على شركات غير الربحية الآن مع القانون الجديد مع وزارة التجارة يحتوي على شركات وقفية مثل الشركة اللي يقودها شركة شباب مجتمع الوقفية الكينات لا بد أن تكون مختلفة لأجل أن القطاع ينمو ويستهر أبو عمر أنا ودي نتعمق في القطاع الغير ربحي سلام ودي يعني نزيل الاستفهام اللي موجود عند الناس وعندي أنا عن القطاع الغير ربحي إيش اللي أقصد لما نقول قطاع غير ربحي أو مثل ما تكلمنا قبل التصوير قلنا أن قرار يكون من مجلس الإدارة صحيح لما نيجي مجلس الإدارة ويقول حولنا هذه الشركة أو هذا الكيان إلى كيان غير ربحي إيش معنات الكلمة هذه تحديداً؟ جميل جداً حنا أخي سيف نحتاج أول شيء أن ننظر إلى استراتيجية الكيان جميل ما هي الطرق المثلة لخدمة استراتيجية الكيان نفسه لو أقول مثلاً شباب مجتمعي وأحلل شباب مجتمعي والأهداف الاستراتيجية شباب مجتمعي بناءًا على الأهداف الاستراتيجية والاستراتيجية أنا أبني الحوكمة المناسبة يعني أقول والله أنا أحتاج مثلاً إذا تسمح لي شباب مجتمعي الهدف الأسمى لها هو المساهمة في زيادة انتاجية الشباب الصادية والاجتماعية وحتى الفردية وننظر إلى انتاجية بنظرة شمولية هل الهدف هذا بالإمكان أنه يتحقق إذا كان الكيان تجاري؟ هل الهدف هذا بالإمكان أنه يتحقق إذا كان الكيان غير ربحي؟ هل الهدف هذا ممكن يتحقق إذا كان الكيان وقفي؟ هذا السؤال يسأل ليمكن مجلس الإدارة للأشخاص اللي يعملون في الكيان وفي النهاية يأتي الجواب المناسب تحويل أو طريقة الحوكمة لابد أن يخدم استراتيجية المكان يعني من الصعب أني أقول والله أنا أحتاج أني أخدم الكيان فقط من زاوية واحدة أو من زاوية تجارية هذا يعني كلام غير منطقي وغير عملي القطاع غير الربحي إيش يحتاج؟ يحتاج إلى كيانات مختلفة الأهم من هذا كله السؤال دائما يقول يعتمد على استراتيجية المكان أو الكيان عفوا إذا كان استراتيجية الكيان تخدمه أن يكون وقفي إذن استمر بالحوكمة الوقفية إذا الكيان يخدمه والله أن يكون غير ربحي إذن استمر بموضوع غير ربحي وهكذا إذن نقدر نقول أنها آلية لتحقيق أهداف المنظمة يا سلام عليك طيب ذكرت أنه في قطاع طبعا هذا فهمي أخي سيف من تجربة متواضنة طبعا قطاع غير ربحي قطاع واحد وتلاحظ فيه مفردات يعني مختلفة لها من هذا كله أن هل الكيان يعمل؟ هل لديه؟ 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 وإيضا يصل إلى المجتمع إذا جاوبنا أسئلة هذه يكون في طريق يعني طيب كيف تربح القطاعات الغير ربحية؟ يعني لما نجي قطاع غير ربحي أول فكرة يعني ممكن أنها تصل لبال المستمع أنه لما تقول قطاع غير ربحي ما في دخل شيء يقدم أو خدمة بالمجان كيف تنجح هذه القطاعات في العمل في التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات مع أنها غير ربحية؟ هذا يمكن من الخطأ الكبير بعض الأحيان اللي يحصل للقطاع طبعا ما أود أن ندخل في التشريعات خلينا نتكلم من زاوية عامة شوي في النهاية هدف القطاع غير ربحي هو أن يحقق أثر أن يساهم في صناعة أثر طيب صناعة الأثر لتحقيقها أنا أحتاج المال لصناعة الأثر لما أقارن العملية هذه مع العملية التجارية الهدف الأسماء أن يزيد الربح فتلاحظ قطاع التجاري هو وقف مستوى معين قطاع غير ربحي مستمر لابد أن يكون لدي منتجات اجتماعية وذكرتها في البداية لابد أن يكون عندي والله عمل بالسوق وأعمل شاب مجتمعي تعمل وتقدم خدمات وشركة استشارية عليا للشباب فنعمل ونعمل مع جهات نفخر بالعمل معها ففي النهاية أنا قاعدة أقدم خدمات خدمات هذه فيها مال فيها مقابل لكن الهم اللي عندنا طيب الخدمات هذه هل هي متماشية مع استراتيجيتنا هل البرامج اللي أنا قاعدة أقدمها وأخذ عليها مثلا مبالغ معينة هل جودتها عالية بالعكس يقال أنه إذا الكيان تحول إلى غير ربحي الجودة تزيد والعمل يكون احترافي أكثر لأن في النهاية الناس اللي يعملون بهذا القطاع يعملون من قلب وشغف يعني الإنيرجي عندهم عالي جدا زي ما ذكرتك 18 ساعة 19 ساعة في اليوم فهو في النهاية يكون شغوف جدا ويحال أن يقدم أفضل ما لديه لأجل أن يكون بإذن الله يساهم في الأثر لأننا عندنا أمثلة في المنطقة شباب مجتمعي مثلا شركة وقفية وأنا فخور يمكن شباب مجتمعي مدعومة من شركة تركي قابضة وبعض الشركاء في المنطقة أو أعضاء في مجلس الإدارة يعني مشكورين على هذا الدعم بالإضافة عندنا مثلا مثلا مثال آخر مدارس الظهران مثلا شركة وقفية أيضا يعني التركي أنشأ المدارس من سنوات الكيانات قد تكون مختلفة هو الطموح أن يكون لديه منتجات على على مستوى وبنفس الوقت تحقق الأثر اللي في النهاية يصنع الاستراتيجية بشكلها الجيد خطأ كبير جدا أني أقول أنا أعمل في قطاع غير ربحي قد مثلا ما أخذ راتب مجزي أو أني ما أقدم خدمات بمبالغ هذا خطأ كبير جدا يعني عن القطاع ليس صحي جميل طيب أبو عمر كيف تشوف القطاع الغير ربحي اليوم عندنا المملكة إلى أي مدى وصل وهل هو متقدم بما يكفي أنه يتوسع ويحقق أهداف الرؤية أنا زي ما ذكرت لك أخوي سيف القطاع واعد وما زال يمكن مركز القطاع غير الربحي يقدم تشريعات مميزة وزارة الموارد البشرية تعمل بشكل جيد مختلف القطاعات قاعد تساهم في هذا القطاع الوعي عند القطاع الخاص زاد بالفترة الأخيرة سواء بمفهوم مسؤولة اجتماعية أو ما يسمى بالريادة الاجتماعية نتكلم أيضا عن بعض التشريعات الجديدة اللي قاعدة الآن بشكل يومي وأسبوعي قاعد تسطور رؤية المملكة 2030 بالهدف يذكرنا المساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة 5% كل هذه الأمور قاعدة تقول القطاع واعد جدا والآن أغلب الشركات الكبرى في العالم قاعدة تتحول من التسويق للبحث إلى أن يكون عندني والله تسويق اجتماعي يمكن إحنا قبل التسويق ذكرنا مثالين هل أسوي دعاية بقيمة مثلا نحن نزللون علينا قلمات الدعاية والإعلان ومئة ألف مثلا ولا والله أبليلي مركز اجتماعي بنفس القيمة وش الفائد الكبرى اللي بتحصلها المنظمة أو الكيان إذا كان يعني قطاع تجاري التراصل تقول أن من يعمل يعني ويساهم في هذا القطاع ويكون له يعني كيان اجتماعي مردودة التجاري أكبر وأيضا مردودة الاجتماعي كبير جدا ويكون يعني مميز في سوق العمل وعشان كذا يمكن كثير من الشركات بدأ يكون عندها يعني تخصية بهذا العمل سواء مسؤولة اجتماعية أو من أنواع من الدعم يتقدمها للمجتمع بعضها لهدف قد يكون تجاري وهذا بالعكس ما في أي عيب وبعضها يكون يعني هدف مجتمعي شغف في مجال معين ورغبة بإضافة يعني مختلفة تماما في المجتمع بشكل نعم أنا دائما أقول أن القطاع واحد وقطاع غير ربحي يحتاج إلى كيانات مختلفة وقطاع الخاص يحتاج أيضا أن يزيد اهتمامه بهذا القطاع القطاع غير ربحي مش فقط يعني تصنيفات معينة ترى فيه يعني أفكار مختلفة إذا تسمح لي ودي أتكلم عن يمكن شباب مجتمعي شباب مجتمعي كانت مبادرة ضمن مبادرات المسؤولة الاجتماعية في شركة تركي القابضة من 2017 الحمد لله كانت مبادرة مميزة تدعم الشباب تحوت المبادرة هذه الآن إلى شركة وقفية مدعومة من التركي وبعض الكينات والتجار في المنطقة الهدف الأسماء لشباب مجتمعي هو مساهمة في زيادة تجهة الشباب اقتصادية واجتماعية وحتى الفردية شباب مجتمعي وجودها كشركة وقفية تدعم الكينات الأخرى الشبابية فحنا نسمي نفسنا دائما بزنس تو بزنس في موديل الأعمال أو البيزنس موديل في عندك شيء بزنس تو كاستولز وشيء اسمه بزنس تو بزنس فحنا نخدم الكينات الأخرى من جمعيات شبابية ومن كينات شبابية ومجالس شبابية وبعض الجهات اللي هي تدعم الشباب فحنا نقدم لهم محتوى مناسب نقدم لهم مهنة احترافية ونقدم لهم أيضا أبحاث الدراسات وتقارير تساهم في عملهم لإنشاء أيضا والاستمرارية في خدمة الشباب بشكل نعم فحنا نخدم الفئات تخدم الشباب عن طريق مفهومين مفهوم أول يطلق عليه العامل مع الشباب فأحتاج أن يكون لدي سفراء يكونون نظراء للشباب مفهوم الثاني أحتاج أن يكون خطابي مع الشباب أو تواصلي مع الشباب بمفهوم التنمية الشبابية الإيجابية وأنا أرى أن الشباب طاقة وثروة حقيقية وإن شاء الله يكونون مساهمين في الوطن والتنمية فأنظر لهم نظرة شمولية بدلا أن أنظر لهم من زاوية معينة أنا آسف دخلت شوية في محاور مختلفة لكن هذه فكرة لبعض النماذج موجودة في القطاع غير الربحي وفيه نماذج أخرى يعني موجودة في المنطقة وأيضا في الوطن وهذا شيء يعني بالعكس نفخر فيه وزي ما ذكرنا هو قطاع يعني ينمو يوما بعد يوم أبو عمر ودي أستوقفك عند كم نقطة كده من اللي ذكرتها مسألة المجال المسؤولية المجتمعية وش هو مجال المسؤولية المجتمعية تحديدا؟ وليش أغلب الشركات قاعدة تميل لهذا المجال؟ هو مجال يعني مهم جدا أول شيء لسمعة الكيان نفسه إذا الكيان يحق أرباح عالية جدا ولا يساهم بالمجتمع المجتمع نفسه بعض الأحيان قد ما ينظر للكيان هذا بنظرة قد لا تكون جيدة النقطة الثانية المهمة جدا يعني المسؤولية الاجتماعية لابد أيضا أن تكون متوافقة مع التشريعات ومع البرامج الوطنية ففيه برامج وطنية موجودة فيه يعني تشريعات موجودة أنا أحتاج كأكتطاع خاص أن أساهم في الاستثمار فيها الأمر الثالث زي ما ذكرت في الأمثلة أنه في النهاية يضيف المنظمة ويضيف المجتمع ويضيف الاقتصاد الوطني بشكل عام في بعض الأفكار وبعض المنتجات قد ما تكون موجودة في المنتجات التجارية أنا أحتاج أميل شوي إلى منتجات اجتماعية فمثلا يعني المنتجات التجارية إذا يعني افتقدت إلى الحس الاجتماعي قد الاستمرارية أو ما يسمى بالاستدامة ما تكون موجودة يمكن في مفهوم أيضا موجود يعني تكلمون عن الاستدامة استدامة في الأفكار ومنتجات وحتى البرامج وحتى في الكيان نفسه شركة زي مكدانود مثلا يقال أنها قبل ما تبني الفرع وتفكر بالفرع تفكر حل الفرع الشارع اللي جنب الفرع البيئة البيئة اللي جنب الفرع في النهاية نظرة المجتمع للكيان بينظر أيضا للي حل المكان نفسه في المسؤولة الاجتماعية يمكن إن صحة المعلومات بناء قراءات البسيطة هو اتحاد سابق حدث بين الإدارة والتسويق وخرج من الاتحاد هذا ما يسمى بمسؤولية اجتماعية تغير من نظرة الكيان أن يكون منخرط أكثر اجتماعيا وأيضا يساهم في الاقتصاد الوطني وأيضا الاجتماعي بشكل احترافي ويضع مردود هو قاعد يحصر ربح الآن من عمله فأيضا يعني يساهم اجتماعيا بمردود وأفكار مختلفة طيب عمر إلى أي مدى تعتقد يعني أهمية وجود الشركات الوقفية اليوم عندنا في المملكة ومدى تأثيرها على الاقتصاد كيف تؤثر على الاقتصاد الشركات الوقفية اليوم؟ أخي سيف هذا يمكن سؤال نحتاج إلى دراسة عشان نجاوب السؤال هذا لكن بمفهوم واسع نحتاج إلى تنوع زي ما ذكرت بالكيانات في القطاع غير ربحي ما يحتاج للقطاع غير ربحي مثلا يكون فقط عندنا جمعيات جمعيات تؤدي دور معين أنا أحتاج يكون أيضا لدي شركات وقفية وأيضا يكون لدي شركات غير ربحية شركات وقفية قد تكون مثلا نوع بوقف رأس مال الشركة أو وقف بالعمليات عندنا مثلا إن صح التعبير بعض الأمثلة اللي في الشركات تعمل فيها بمنظور مختلف أمثلة عالمية مثلا شركة زي روسلايس هارفورد من الجامعات في عندنا أمثلة عالمية هي وقفية أمثلة محلية شركة دواجة نعتقد الوطنية تابع الراجحي أيضا شركة وقفية هذا بلاي معلوماتي البسيطة وما زالت يمكن هيئة أوقاف تعمل بشكل جيد لحصر يمكن الشركات وأيضا العمل بطريقة صحيحة يمكن هيئة أوقاف هم الجهة المعنية اللي يجاوبون على السؤال هذا بشكل دقيق من نظرتي أنا كممارس وكقيادتي لشركة شباب مجتمعي نحتاج إلى الشركات الوقفية لأنها قاعدة تضيف بطريقة مختلفة نسمع اليوم مصطلحات بعمر مثل تسويق المجتمعي وريادة الأعمال المجتمعية كيف تختلف هذه المصطلحات عن التسويق المتعارف عليه وعن ريادة الأعمال المتعارفة اليوم؟ جميل الرواد ككلمة نحتاجهم في كل مكان نحتاجهم في منظمات أنا دائم يا شاب رائد الأعمال أو كلمة يعني الرواد شخص يعني يشيل الشعلة أو رائد الأعمال أو يسمونه رائد فضاء تخصصك لعلاقة بطريقة الفضاء يسمونه رائد يعني يروح من كوكب إلى كوكب نفس الشيء أنا في أمور اجتماعية أحتاج رواد اجتماعيين أشخاص يشيلون الشعلة ويحملون يعني أهداف سامية الرواد من ناحية تجارية أيضا أنا أحتاج رواد من ناحية تجارية في مصطلح أيضا يسمونهم رواد داخل المنظمات أنا أحتاجهم يغيروا من أفكار الشركات أو المنظمات بأفكار جديدة وبرامج جديدة فكلمة رائد أو رواد أنا أحتاجهم في كل جوانب الحياة المهنية وحتى ممكن جوانب الحياة الاجتماعية وأيضا الخاصة رائد ككلمة قد تعني مفردات أو قد تعني تعريفات مختلفة أنا أحتاج الرواد في كل مكان الرواد الاجتماعيين نحتاج إلى أفكار جديدة قد بعض الأحيان يكون عندنا أفكار شوية قديمة لا أريد أن أعطي بعض الأمثلة لكن أعتقد التعريف هذا يعطينا إلى أمثلة جديدة مسك مشكورة تؤدي دور رائع جدا بإضافة أفكار جديدة بالسوق للعمل الاجتماعي وأيضا دعم الشباب وكثير من الجوانب المختلفة أنا أحتاج أيضا كذلك من الجمعيات وحتاج كذلك من الشركات الوقفية والشركات غير ربحية بعض الأفكار التي في النهاية متعرف عليها في القطاع غير ربحي ما أقول إنه والله نتخلى عنها لا بلاكس أنا أحتاج أني يكون لدي رائع اجتماعي جديد يضيف لبعض الأفكار القديمة وإيضا يأتي بأفكار جديدة التسويق الاجتماعي من اسمه هو متعلق بالمجتمع أنا أحتاج أن أخرج بمنتجات اجتماعية قد ما تكون محسوسة قد ما تكون يعني قلم ولا جوال يعني منتج يكون معاك موجود بس ما هو ملموس لكن تستفيد منه أثر وموجود عندك وبنفس الوقت يحتاج المجتمع ويغطي فجوة موجودة هذا باختصار شديد يعني الفرق دائما نقول بين التسويق الاجتماعي والرواد يعني الاجتماعي طيب خلينا ننتقل الآن لشباب مجتمعي أبو عمر ودي يعني تعطينا فكرة كذا ونبذة عن شباب مجتمعي وش شباب مجتمعي يمكن مثل ما ذكرت شباب مجتمعي هي شركة متخصصة لدعم الشباب أخي سيف يمكن إذا تسمح لي فيها أربع طولك تقريبا للتعامل مع الشباب بشكل عالمي الطريق الأول يطلق عليه طريق التشكيل هو أن أنظر للشاب بشكل معين سواء أنا كنت قائد في منظمة سواء أنا كنت يعني محتك مع الشاب عامل مع الشباب أنظر له بشكل معين وهذا طريق ليس كامل الطريق الثاني ما يسمى بالخدمات الرفاهية أنه يقدم كل ما يحتاج الشاب من ناحية يعني أدوات وخدمات الترفيه بس ما أعطيه النظر الشمولي قد أحتاجوا طريق هذا في جزء معين بس في عندنا طريق آخر الطريق الثالث هو يعني أسوأ واحد يعني من الطرق للتعامل مع الشباب هو أن أنظر للشاب أنه مشكلة فأنظر أنه واحد شاب أو بيجيب لي مشاكل وأنا أحتاج أن يكون عندي أدوات وأي أن يكون هذا الأمور وهذه نظرة ليست كاملة النظرة الرابعة والطريق الرابع هي التنمية الشبابية إيجابية هو أن أنظر للشاب أنهم طاقة وثروة حقيقية وأهميتهم في التنمية والإنتاجية عالية جدا يمكن سمو سيدي وإلعاهد في أكثر من محفل وبعض يمكن يعني الجمل من سمو سيدي وإلعاهد أن أذكر أن الشباب هم فخر البلاد وضمان مستقبلها بعون الله فرؤية المملكة يعني جزء كبير من الشباب هم من رؤية المملكة الشباب ثروة حقيقية أخي سيف المملكة تعيش بما يسمى بالحبة الديمغرافية مقاراتها من بعض الدول التوزيع العمري التوزيع العمري أغلب شعب المملكة من فئة الشباب ترى هذه ثروة ويعني شيء بالإمكان أن أستفيد منه اجتماعيا وإقتصاديا وكثير من هذه الأمور وأنا كعامل مع الشباب أو أقدم خدمات تكون مع الشباب أحتاج أن أقدم المنصات الجيدة بودكاست بيئة آمنة وداعمة وإيجابية زي مبنى شباب واجتماعي أقدم برامج اللي يعملون مع الشباب وهذا جانب مهم جدا أخي سيف اللي يعملون مع الشباب السؤال الأهم يعني منذ انطلاقة شباب مجتمعي كان ماذا يريد من يعمل مع الشباب الجواب الأوحد كان محتوى متخصص أنا أتعامل مع الشباب كجمعية شبابية أو ككيان موجود عندي نسبة عالية من الشباب أنا أحتاج أدوات هو عليه سلوغن أنه أعامل مع الشباب أو يخدم الشباب فأنا أحاول قدر ما استطاع أن أخرج أطباء يتعاملوا مع مختلف إذا قلنا يعني من غير شر بعض الأمراض البسيطة وبعض التحديات اللي واجهها الشباب لأجل أنه تعالج بالشكل الجيد فإجابة بسيطة عن شباب مجتمعي هو كيان يساهم في زيادة انتاجية الشباب أهدافه الاستراتيجية مهنة العمل الشبابي يكون عندنا محتوى متخصص بالإمكان أن نلجأ للتعامل مع الشباب ومجتمع شمولي وإحترافي يكون العامل مع الشباب والشباب تحت سقف واحد جميل طيب أنا رح أتطرق بموضوع العامل مع الشباب هذا لكن ودي أتدرج في شباب مجتمعي صراحة عندي سؤال هنا عن تعاونكم على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ودي أطرح وبعدين ننتقل للعامل مع الشباب التعاون كان على مواصفة البيئة الاحترافية للعمل الشبابي بيئة الاحترافية البيئة الاحترافية أبو عمر في الأشهر الماضية كان فيه تعاون بينكم وبين المركز السعودي للمقاييس والجودة كان تحت مظلة البيئة أو عفوا مواصفة البيئة الاحترافية للعمل الشبابي جميل ما هي هذه المواصفات وإيش الهدف من هذا التعاون جميل أخي سيف قبل تقريبا سنتين كان فيه مبادرة مشتركة أثناء النسخة الأولى لمنتد العاملين مع الشباب أعتقد قبل سنتين بس سنتين بدأ العمل بشكل حقيقي الفكرة كانت منذ الانطلاق من شباب مجتمعي أن يكون عندنا مفروض مواصفة ودي أشرحها يعني بعد ما أذكر كيف كانت الفكرة المواصفة كان بمبادرة مشتركة بين شباب مجتمعي وبين هي السعودية ومواصفات المقحيس أثناء منتدى عاملين مع الشباب نسخته الأولى كانت الفكرة أن يكون لدينا مواصفة دقيقة للبيئات الشبابية نحن عندنا مسميات مختلفة نادي شبابي كيان شبابي مكان أو حاضنة شبابية السؤال المهم هل فيه مواصفة دقيقة تشرح كيف يكون شكل البيئة كيف ندعم الشباب أو من يعمل مع الشباب في هذه البيئة فكان فيه فريق مشترك بين الجهتين وشكل فريق تقني بإشراف أيضا من وزارة الموارد البشرية ويعني أيضا عمل وقيادة من هي السعودية ومواصفات المقحيس وأيضا فريق من شباب مجتمعي خرجنا بمواصفة واحتفلنا بتتشينها يمكن قبل كم شهر وودي أقدم شكري لهذه السعودية ومواصفات المقحيس على دعمهم وأيضا يعني تبنيهم الفكرة اللي في النهاية خرجنا بمواصفة الآن لو تدخل موقع هيا بتلاقي مواصفة مكتوبة ودقيقة جدا تشرح كيف يكون عندك بيئة شبابية احترافية البيئات الشبابية قد تكون شوية طوعية يعني ما هي مائلة إلى الاحتراف نحتاج نزيد الـ level شوي يكون عندنا مواصفة دقيقة المبنى كيف المدخل يكون كيف نوعية البرامج المقدمة طريقة العمل مع الشباب ترى يعني لها جانب كبير جدا وبحر فحنا حولنا اللخصة بهذه المواصفة لأجل أن مبنى زي شباب الاجتماعي اسمه مأب وموجود يعني صحيح في بوابة تركي لأعمال لأجل أن في النهاية يكون عندي شكل لمبنى شبابي وإن شاء الله الفكرة هاي تكون في جميع مدن مملكتنا الحبيبة وكل الكينات اللي عندها كينات مشابهة شبابية بالإمكان أنها تقرأ المواصفة وتتعاون مع شباب الاجتماعي وهي السعودي مواصف مقيس لأجل أن يكونون مدربين ويكون عندهم الاعتماد يعني والله المكان اللي أنا عندي يدعم الشباب هو في النهاية مطبق عليه هذه المواصفة هي مواصفة الأوحد يمكن أعتقد عالميا احنا استقينا بعض الأفكار العالمية من دول مختلفة بس كانت مميزة يعني في مملكتنا الحبيبة لأجل أن يكون لدينا معيار وطني نلجأ إليه متى ما دعت الحاجة ومتى ما لدينا استثمار بالعمل الشباب كيف يتم وضع أبو عمر هذا المواصفة كيف تحدد كيف يكون المدخل كيف يكون شكل المبنى بناء عليه هو طبعا بناء على يمكن فيه فريق فني شكل من الجهتين ما أدعي أني خبير بهذا الأمر لكن من جانب يعني ممارسة لهذا العمل وإشراف حني يحتاج أن يكون لدينا يعني جوانب عدة يحتاج أن يغطيها يمكن أضيفها جانب جديد بحكم أن الفكرة كانت شوية يعني قبل كم سنة وجدتنا جائحة كورونا فأيضا أحد الأمور التي أضيفت يعني بعد عمل المواصفة المبدئية طريقة العمل أن الشاب يمكن أن يعمل عن بعد وكيف طريقة الاحتكاك وكيف أن يعمل تحت ظروف قد تكون قاسية أيضا أضيف هذا الجانب في المواصفة المواصفة يمكن بشكل يعني مختصر يحتاج أن الجهة تفهمها بشكل جيد فيه برنامج تدريبي مصاحب لهذه المواصفة وفي النهاية يعني بعض الجهات تتبنى تطبيقها وأيضا إن شاء الله اعتمادها الأهم من هذا كل أخوي سيف أن يكون لدينا كينات احترافية قد مثلا الجهة ما يكون عندها اعتماد بس يكون عندها مبنى معني بدعم الشباب يمكن مآب كمبنى يجمع العامل مع الشباب وأيضا الشباب تحت سقف واحد بطريقة شوية ما هي رسمية بطريقة أفوية بس بنفس الوقت إيجابية وداعمة للشاب ومن يعمل مع الشباب فالمواصفة بشكل عام لخصة العمل يعني دائما نقول حنا علم الشباب علم بيني أخوذ من علم الاجتماع وعلم النفس وأيضا فيه جانب من ناحية الممارسة جانب عالي جدا نحتاج أن أحدث العمل بناء على عملي مع الشباب وتحديات الشباب وكيف طريقة خدمتهم بالشكل الجيد يمكن تخصص شباب المجتمع يتخدم العاملين مع الشباب زي ما ذكرت أن يكون لدينا خدمة واضحة جدا للجهاد تعمل مع الشباب يكون عندهم محتوى جيد أدلة جديدة وأيضا بنفس الوقت مواصفة ومعيار وطني موجود بالإمكان أن الجهة تستند عليه لعجل أن تكون احترافية وأيضا إيجابية طيب ودي أبو عمر نصلة الضوء على العامل مع الشباب مثل ما ذكرت أنه مهم جدا العامل مع الشباب وتأثيره ملموس وواضح مباشر على البيئة الشبابية بشكل عام فودي أعرف من هو العامل مع الشباب وإيش هي مواصفاته هل هو علم يدرس تكتسب شهادة نقدر أقول أنه عنده شهادة أنه عامل مع الشباب ولهي مهارة من هو العامل بالضبط؟ العامل مع الشباب أخي سيف هو كل شخص يعمل مع الشباب بشكل مباشر فقط سواء كان من قطاع حكومي أو قطاع خاص أو حتى قطاع غير ربحي العامل مع الشباب قد يكون تخصص مختلف قد يكون HR قد يكون تسويق قد يكون طبيب قد يكون مهندس أين يكون لكن اكتشفنا من ناحية العمل أن من يعمل مع الشباب بشكل مباشر يحتاج إلى محتوى فريد وتخصصي طبعا في مملكتنا الحبيبة نحن فخورين بشركات عدة بنناها مع بعض الجامعات في مملكة وأيضا مع جهات مانحة لأجي أن يكون لدينا دبلوم العاملي مع الشباب وإن شاء الله قريبا يمكن تسمعون من شباب مجتمعي بشراكة رباعية لأجي أن يكون لدينا هذا الدبلوم قبل الدبلوم نحن عندنا ما يسمى بالشهادات تخصية فلدينا اتفاقية مع جامعة الإمام ودرحمن بن فيصل لأجي أن يكون لدينا ما يسمى بخريجين عاملين مع الشباب أو دفعات يعملون مع الشباب بشكل جيد من تخصصات مختلفة الجمعيات الشبابية اللي يعملون مع الشباب يحتاجون محتوى متخصص المجالس الشبابية باختلاف أنواعها يحتاجوا إلى بعض الشهادات وبعض المحتوى الشركات الكبرى الجهات اللي في النهاية تعمل أنا سمعت بعض الجهات بدأت يكون عندها أقسام متعلقة بالشباب يحتاجوا إلى هذه الشهادات زي ما ذكرت هو يعني علم بيني يمكن في بعض الدول زي مثلا دولة زي أمريكا موجود عندها التخصص هذا إلى مرحلة الدكتورة ما يسمى باليوث ديبلوبنت أو بوزيتف يوث ديبلوبنت التنمية الشبابية الإيجابية فيكون عندنا يعني تخصص تعمل لأجله وفي النهاية مهنة موجودة يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورة يعني في أحد التصريحات ذكرت أننا عندها استراتيجية وطنية لما يسمى بدعم الشباب أيضا برنامج جوت الحياة عنده يعني استراتيجية لدعم الشباب بعض الجهات الشرعية بدت تعمل لهذا الجانب مسك مشكورة تقدم عمل رائع جدا لخدمة الشباب يكون لدينا غطاء جيد ففي النهاية أنا أحتاج المحتوى المتخصص أخي سيف أنا ما أتكلم مع الشباب ما أحتاج أن أتكلم معهم مزاوية الضيقة قد تكون أنا أحتاج أيضا أن أتعامل معهم بمحتوى فريد ونعرف أنه فيه اختلاف الأجيال ما يسمى ب جينريشن اكس واي زد والآن نتكلم عن جيل العلفية كل جيل لديه خصاص ولديه ما يسمى بمهارات معينة أنا أحتاج أن يترجم هذا أو هذه القراءة إلى محتوى فريد وأجدد هذا المحتوى لو نبحث الآن في جوجل مثلا الشباب والرياضة الشباب والهوية بتجد بعض اصدارات من شباب مجتمعي مش معناه أنت شباب مجتمعي هي الوحيدة يعني قد تكون فريدة بهذا العمل لكن بنفس الوقت أنا أحتاج أن يكون لدي محتوى عربي أصيل من يعمل مع الشباب يلجأ له لأجل أن يكون لدينا عطاء مختلف وأيضا فريد في المجتمع فهي مسألة ليست يعني أني أتكلم مع الشباب من زاوية فقط عاطفية وأتكلم من الشباب من زاوية فقط أني أحتاج أني والله يميل ويتخصص معين أنا أحتاج أني أشوف التحدياتي موجودة عند الشباب أو من يعمل مع الشباب وبناء عليها أنا أقدم المحتوى المناسب طيب وبي عمر كيف أنا أقدم الأرض الخصبة عشان أقدر أستثمر الشاب بأرض طريقة ممكنة إيش اللي أحتاج أني أوفره أنا أحتاج أخوي سيف أول شي أنا أغير قبعة لابس أنا قبعة في البودكاست أنا أحتاج أني ألبس قبعة التنمية الشبابية الإيجابية وأقول أنا أتعامل مع الشباب من زاوية مختلفة أنا أنظر للشاب أنه استثمار طاقة استثمار سلام عليكم نقول شاب مجتمعي العمل الشبابي استثمار المستقبل في النهاية أنا لما أستثمر بالشاب أنا في النهاية قاعد أستثمر في المستقبل النقطة الأخرى اللي دائماً نتكلم عنها في العمل الشبابي الاحترافي أنا أحتاج عملي مع الشباب أن يكون احترافي ما يكون يعني عفويل درجة كبيرة درجة كبيرة جداً لا أنا أحتاج أن يكون احترافي ما في شاب أخوي سيف ودائماً نقول الحمد لله نعمة الستر ما في شخص ما عنده أخطاء صحيح الكل عنده بعض الجوانب اللي يحتاج إلى تحسين نعم لكن أنا أحتاج أن يتعامل مع الشباب من زاوية الكل مش فقط من زاوية التحدي قد يكون شاب معين عنده تحدي معين أنا أحتاج أني أنظر وشو جوانب جوانب القوة اللي عنده الشاب كيف أني أخلي العامل مع الشباب يركز بشكل أساسي يغير القبعة اللي عنده ويلبس قبعة التنمية الشبابية الإيجابية يمكن قواعد التنمية الشبابية الإيجابية أن ننظر للشباب أنهم طاقة أن ننظر للشباب ككل أن ننظر للشباب أنهم استثمار قواعد التنمية الشبابية الإيجابية هي يعني بكل دولة لها طريقة وكل عمل لها طريقة معنى يمكن في شباب مجتمعي وعضوه في المجلس التشاري دكتور ريتشد لون وهو من المنظرين في التنمية الشبابية الإيجابية في النهاية أنا أحتاج أن يكون لدي سمات معينة للشاب وأيضاً أن يعمل مع الشباب يحتاج أن ينرميها وأيضاً في النهاية تساهم في الإنتاجية بشكلها العامة جواب بشكل مختصر أنا أحتاج أن ألبس قبعة التنمية الشبابية الإيجابية طيب أبو عمر من ضمن المنتجات التي تقدمها شباب مجتمعي مبادرات المجالس الشبابية وش هذي المجالس الشبابية ما أهم النقاط التي تم مناولتها في هذه المجالس وكيف جئت بهذه الفكرة جميل جداً يمكن أخي سيف منتج المجالس الشبابية طرعنا بالفكرة قبل سنة ونص وهي خرجت من نفس مفهوم التنمية الشبابية الإيجابية ومفهوم العاملين مع الشباب أن يكون لدي المنظمة مجلس شبابي مكون من نفس الكيانة ونفس المنظمة يمثله الشباب لخدمة الشباب فبحثنا في السوق ووجدنا أنه فيه احتياج كبير جداً خصوصاً من الجهات في القطاع الخاص لأجل أن يكون لديها يعني مجالس شبابية تمثل كيان نفسه وأيضاً تخدم الشباب بمفهومهم الواسع طبعاً أن يكون لدينا ما يسمى بتدريب للأعضاء كيف يدرون المجلس الشبابي وأيضاً براندينغ خاص من منظمة كيف يكون صورتها أمام الشباب يمكننا فخورين بتعاوننا مع مجلسة منطقة الشرقية يمكن مجالس المناطق بشكل عام حكمتها مختلفة بس يمكن دائماً بالتعاون مع المجلس يمكننا تعاون ببعض ورش العمل وبعض البرامج في النهاية اللي تخدم هذا المنتج يمكن أمثلة اللي موجودة بالقطاع الخاص يمكن شركة أرامكو السعودية عندها ما يسمى بالواي لاب شركة سابك أيضاً عندها مجلس شبابي الشركة السعودية الكهرب أيضاً عندها مجلس شبابي أمثلة موجودة لكن الآن مع الجين الحالي ومع التغير اللي يحصل بالسوق يحتاج أن يكون لدينا مجلس أو ما يسمى بطريقة مختلفة لخدمة الشباب سواء في المنظمة أو حتى خارج المنظمة يمكن مبادرات اللي يملكها المجلس شبابي قد يملك مبادرات من المنظمة نفسها فيوفر على الشركة بدل أن تكون مشاريع خارج الشركة تكون يعني بين المجلس الشبابي أيضاً يزيد من ما يسمى بالولاء للموظف أو للشاب في الكيان فهو يحس أنه ينتمي إلى الكيان اللي بيخدم فيه حتى خارج وظيفته اليومية أيضاً تطوع المؤسسي شخص مثلاً يعمل كمهندس بكيان معين لكن عنده شغف في بودكاست مثلاً أو تسويق أو أي يكل من هذه الأمور وظيفته ما تعطيه المساعد فإذا كان في مجلس شبابي هو يخرج من عمله اليومي بالعمل إلى عمل إضافي وهو ما زال في نفس الكيان فهو يكون فخور وشغوف بمهارة معينة يطبقها بنفس الكيان فهذا يعطي مردود مختلف تماماً للشاب ولكيان وإيضاً الصورة الذهنية بشكل عام لخدمة الشباب نحتاج مجال الشبابي أن تكون مكملة للقطاعات المختلفة أو عفواً للأقسام المختلفة مثلاً إذا فيه كيان عنده مجلس شبابي هذا لا يعني أني ألغي مثلاً قسم الـ HR أو أين يكون نحتاج مجلس شبابي هذا في النهاية ينقل صوت الشباب إلى رأس الهرب إلى رئيس تنفيذي إلى النواب فمثلاً شخص للتو عمل في شركة كبرى ما صار له بالوظيفة سنتين تقريباً إذا كان عضو في مجلس شبابي بيلتقي برئيس تنفيذي المنظمة والنواب هذا بيعطيه بعد مختلف تماماً عن البعد الوظيفي ليمارسه فيكون مكمل لعمله بشكل يومي مجالس شبابية هي مجالس تخدم الشباب بمفهوم العامل مع الشباب من أجل الشباب يمين وشي حاضنة مع أب يمكن كلمة مع أب إذا تسمح لي ودي يعني عرفها بشكل بسيط مآب في اللغة العربية وحنا نحاول في شباب مجتمعي نثري الكلمات الجميلة في اللغة العربية فعندنا يمكن مآب رواش كلمات موجودة في اللغة العربية والقاوس العربية فنحاول أن الشباب أنهم يعني يستقوا من هذه الكلمات مآب يعني تعريفها باللغة العربية هي المرجع أو الجامع لكل أطياف الشباب مآب هي حاضنة اجتماعية تجمع العامل مع الشباب وأيضاً الشباب تحت سقف واحد طبوحنا في حضرة مآب ويمكن مبنى مآب أو حضرة مآب مرخصة من المنشآت بنركز بشكل كبير جداً على صناعة المبادرات الاجتماعية اللي تخدم في النهاية الشباب وأيضاً الشباب يخدموا فيها المجتمع فمثلاً يكون عندنا مبادرة شبيهة بشكل مجتمعي تكون مبادرة ومستقبل إن شاء الله القريب تكون كيان مستقل سواء شركة غير ربحية أو جمعية أو أي أن يكون عندنا يمكن كي بي آي كل سنة نحاول أن يكون لدينا مبادرات معينة يمكن هذه السنة محتضرنا لدينا ثلاث مبادرات والطموح للمبادرات سيتزيد لأجل أنها في النهاية تتحول في المستقبل القريب إلى كيان مستقل الهدف من حاضرة مآب أنها معمل تجارب للشباب معمل تجارب في بيئة آمنة وداعمة وإيجابية يستطيع الشاب أو العامل مع الشباب أن يخرج من بوتقة العمل ويدخل للحاضنة هذه لأجل مبادرة معينة هو يحلم أنها تكون جزء من المجتمع من زاوية شبابية ويحتاجها المجتمع في وقت واحد يمكن مبنانة بسيط لكن الطموح اللي فيه والمكتبة اللي موجودة في مآب ويمكن الأفراد اللي موجودين ويعملون كعاملين مع الشباب يثري العمل بشكل مختلف تماما طيب أبو عمر ودي أسألك عن التطوع المؤسسي في الشركات وش هو التطوع المؤسسي في الشركات وش هي آليته وش هو مفهومه جميل يمكن ذكرنا منتج مجالس شبابية أحد فوائد المجالس الشبابية أخوي سيف أنه يعطي فرصة للموظف إذا كان من زاوية معينة أنه يخرج من الزاوية هذه ويجرب شغلة أخرى بس بطريقة احترافية التطوع المؤسسي هو من نفس مفهوم التطوع بشكلها العام يعني يحتاج الموظف أن يزيد من نسبة الأعطاء اللي يقدمه للمنظمة إذا كان محصور من زاوية معينة بوظيفته ما يستطيع أن يتعدى العمل هذا بأكثر من 100% بيصل 100% ويقف طيب كيف بالإمكان أن يكون الموظف يعطي الكيان 120% 130% ويتعدى هذه النسبة إذا كان عندنا عمل بشكل دقيق جدا وفرصة أن المنظف يعني يعطي أفكار للمنظمة نحن ذكرنا يمكن في بداية النقاش عن الرواد طيب كيف يكون رائد أعمال داخل المنظمة عن طريقة تطوع المؤسسي يقال أن جوجل مثلا كشركة عندها مساحة أن المنظف 30% من وقته أو وقتها يكون خارج وظيفته اليومية اللي في النهاية هو متفق عليها فحنا نحتاج أن يكون مثلا شخص يعمل بالـ HR ممكن يساهم في مسؤولة اجتماعية أو التسويق أو أين يكون فحنا نحتاج إلى ما يسمى بـ أو تطوع المؤسسي منظمة تحط شريعات معينة وتعطي مساحة ساعات معينة باتفاق مع المدير المباشر وأيضا بتنسيق من الـ HR ويكون لدينا يعني تطوع مؤسسي يضاف إلى الكيان نفسه المنظمة وأيضا يضاف للموظف وخبرته ومهاراته بس كيف تقنع أبو عمر رائد العمال اللي عنده فكرة جديدة ممكن أنه يشغلها ككيان مختلف تماما عن الجهة اللي هو شغال فيها يطلع بعمله الخاص بزنس الخاص فيه من هذه الفكرة كيف تقنع أنه يطبق هذه الفكرة بس تحت مظلة الجهة اللي هو شغال فيها اللي ما يطلع ويشتق بنفسه صحيح لدينا أخي سيف ذكرنا الشغف إذا أنت تعمل فيه كيان أنت شغوه فيه ترى بالإمكان أنك تضيف الكيان هذا بأفكار جديدة مو شرط أنك يعني يستقل وضيفتك وتغير الكريب تبعك لأجل أنك تطبق الفكرة اللي أنت توقع تطبقها قد الفكرة اللي هي عندك ما تكون قابلة تطبيق قد تحتاج أنك تجربه أنت في النهاية بمهاراتك يعني دائما نتكلم مع الشباب نقول الشباب يحتاجوا لمهارات كسب التعييد أن والله أنا أحتاج في المنظمة اللي أعمل فيها يكون عندي مهارات معينة أقول لي مدير المباشر أو الكيان ترى أنا يا جماعة عندي مهارات هذه أو هذا البروفايل حقي إذا كان شخص مهندس وعنده مهارة في التسويق أو الإعلام بالإمكان أن الموظفات استثمر أو الموظف بشكل عام يستثمر بالكيان وحتى الموظفة وأيضا الأمبلوير أو الشخص اللي يوظف الموظف أن يستفيد من المهارات اللي موجودة عنده طبعا هذه ما تأتي بطريقة اعتيادية إحنا أحتاج المنظمة تعمل بشكل يعني هايبرد ومرن وطريقة مختلفة يحتاج أن المنظمة يكون عندها كيان أو ما يسمى مجلس شبابي يحتاج أن يكون عندها لقاءات تبع العصف الذهني وطريقة مختلفة في العمل يحتاج أن يكون عندنا ما يسمى بعمل غير معتاد أنا أحتاج أني أترجم المهارات اللي عندي ويحتاج أيضا إلى بناء علاقات جيدة داخل المنظمة إذا شخص ما عنده علاقات جيدة مننظمة ولا عنده شغال ولا عنده مهارات بلاقي تحدي كبير جدا أن يطبق فكته حتى إذا كانت خارج بكيان فالموضوع متعلق بالشخص ما هو متعلق بالفكرة يعني بضحيان نكون مغرمين جدا بالفكرة وأبغى أني أسويها جميل بس خلكون شوي واقعين هل الفكرة قابلة تطبيق؟ طيب وين البايلوت اللي ممكن أنا أطبقها فيه؟ مين الأشخاص بيعملون معي؟ مين الأشخاص بيساعدوني؟ وكلها يعني أسئلة الشخص أو رائد الأعمال أو أين يكون المسمى هو يجاوب عليها وفي مهارات معينة يملكها رائد الأعمال وفي مهارات معينة يملكها الرائد لداخل المنظمة وفي مهارات معينة يملكها الشخص اللي يعني يكون مختلف عن يعني التوبروفالز ذكرتم أنا فباختصار إحنا نحتاج أن يكون لدينا طريقة مختلفة بترجمة الأفكار الأفكار مشتتكون ترابية كيان تجاري ذكرنا أن قد الأفكار تكون فقط في قطاع غير ربحي ما نعلم هو بناء على طريقة تطبيق الفكرة جميل دعني أرجع للإتصال المؤسسي بوعمر أنت عملت في الإتصال المؤسسي مع عدة شركات وش دور للإتصال المؤسسي تحديدا جميل أنا يمكن في الكاريري تابعي 14 سنة تقريبا خبرة وما زلت في بداية الطريقة أقول نفسي والطريقة طوية جدا في الحياة المهنية يمكن طول من تخرجت من الجامعة وأولا بس قبعتين قبعت التسويق التواصل المؤسسي وأيضا قبعت البرامج المجتمعية في مختلف الجهات اللي عملت فيها الاتصال المؤسسي أنا أشوفها يعني والإعلام والتسويق هي مهارات لا بد أن تكون موجودة عددك سواء كنت تعمل في نفس القطاع هذا أو تعمل كرئيس تنفيذي أو أي أن يكن من هذه الأمور لأننا الآن في زمن في زمن التواصل في زمن يعني زيادة البرامج في التواصل الاجتماعي في زمن يحتاج أن يكون لدينا إعلام أيضا احترافي وحنا نسجل الآن بودكاست فهذه أيضا طريقة مختلفة في التواصل مع المجتمع فحنا أخي سيف التواصل المؤسس باختصار هو طريقة للتواصل مع المجتمع بمختلف الأدوات سواء كان بودكاست رقاء تيفيزيوني لقاء اجتماعي رودشو أي أن يكون مسمى أنا أحتاج أن يكون لديه رسالة واضحة وكيف أن أستعمل الأدوات المناسبة في إيصالها للناس الأدوات قد تختلف قد أستعمل بودكاست قد أستعمل لقاء تيفيزيوني قد أستعمل حملة إعلانية حينما بالتسوق نسميها أدوات كي زالوا عينها شوي لإعلاميين لكن هي في النهاية أداء الأداء ما هي الأداء المناسبة اللي أحتاج أن يعني أطبقها أو أستعملها لأجل أن أصل للرسالة تابعي ومنظمات أخي سيف تحتاج أن رسائلها تصل صل مؤسسي ولكن صل مؤسسي يحتاج أول شي أن يكون يمثل منظمة بشكل جيد سواء عن طريق متحدث رسمي أو عن طريق يعني النظرة الشمولية من الآخر للمنظمة طيب خلينا أبي عمر أستوقفك عند نقطة المتحدث الرسمي إيش الأشياء اللي يحتاجها المتحدث الرسمي وكيف أنا أصبح متحدث رسمي لك يا عم معين يمكن أنا ما زلت أتعلم وأضيف بكثير من الأدوات اللي في النهاية ونتجدد بهذا الأمر يمكن حاليا بقياتي شركة شباب المجتمعي بعض أحيان وأدي دور المتحدث باسم شباب المجتمعي وعض أحيان وأدي دور الرئيس التنفيذي وبعض يمكن الجهات اللي عملت فيها سواء هي طول منطقة الشرقية أو بعض الجهات يعني كنت متحدث رسمي باسم الجهة حنا نحتاج أن يكون لدينا شخص أول شي يفهم الكيان ويفهم الجوانب الإيجابية والتحديات اللي يمر أو تمر عند الكيان نفسه يحتاج أن يتحدث باسم المنظمة ما يتحدث باسم الشخصي ما يتحدث فقط من زاويته لا يحتاج يمثل الكيان يمثل الكيان في النهاية هو أنت لما تتحدث باسم الكيان تتحدث باسم المنظمة النقطة الثالثة المهمة جدا طبعا في صفات المتحدث الرسمي ممكن المجال ما يتنسى أن يذكرها لكن أذكر بعضها إن يكون مثلا يعني عنده القدرة في إيصال الرسالة بشكل مختلف يستعمل أدوات بطرق مختلفة أيضا يكون عنده شخصية قريبة من المجتمع وقريبة أيضا من الإعلام يحتاج أن يكون أيضا صديق للإعلام ما يكون نوعا ما عدو للإعلام يحتاج أن يكون لديه أيضا مهارة بإيصال المعلومة بطريقة مختلفة لأن الناس مختلفين أخويس فأحتاج أن أغير الرسالة بناءا على الفئة المستهدفة وهذا ما هو عيب بعض الناس يقولوا والله يا أخي الكيان هذا قاعد كسا يستعمل طريقة مختلفة ما هو عيب هو يحتاج يكون عنده ثيمز معينة صحيح ينطلق من استراتيجية موجودة في اتصال المؤسسي لكن الأدوات قد يغيرها ما فيه مشكلة في الأدوات من يتحدث باسم الجهة يحتاج أن ينقل صورة جيدة عن الجهة يحتاج أن قدر المستطاع يركز على الجوانب الإيجابية وما يبرر الأخطاء لا لكن يتشارك مع المجتمع ومع الإعلام لأجل إيصالها بالشكل الصحيح وحنا يمكن في زمن الآن الشفافية بالقنوات الإعلامية مع الكينات ويمكن نتكلم الآن بعض الأحيان اللي يستعمل منتج هو اللي حاكمك فأنت تحتاج أن تصل بطرق مختلفة بأيضاً أسلوب مختلف وأيضاً تجدد طريقة العمل نحن نقول دائماً في الإعلام بأضحيان تحاول أن قدر المستطاع ما يكون عندك لا سمح الله خطأ كهذا بس تأنتم عندكم في بودكاست شوفوا مثلاً كيف أني أحسن من عملي وكذلك من تحدث رسمي إذا عمل لقاء معين أو عمل يعني مؤتمر صحفي معين يحتاج أيضاً أن يسمع من الناس يشوفوا جوانب التحسين وبناء عليها يضيف بشكل جيد الأهم من هذا كله أنه هو يمثل المناطب ما يمثل نفسه أنت لما تمثل كمتحدث رسمي تحتاج أن تنظر منظمة بنظرة شمولية حناً كنا لما نجهز مثلاً لقاء تلفزيوني أو أي لقاءات مختلفة كنا نجتمع مع كل الإدارات فكل إدارة أخوي سيف تبغى أن تقول الله أسمها يظهر في اللقاء التلفزيوني أو الصعابي أو ين يكون فحناً نحاول أقول الله آخذ المعلومة من إدارة الفرعانية أروح إدارة للأخرى وآخذ منها معلومة ويكون عندي قصة تحكيني عن المنظمة وحاول أن أنقلها بشكل جيد إذا كنت أعمل بجهة تقنية ترى مهم جداً أن أبسط معلومة معلومة صحيح إذا أعمل بجهة مثلاً طبية أحتاج أيضاً وبسط معلومة عندها نماذج وطنية يعني مشرفة سواءً يعني متحدثة رسمي لوزارة الصحة أيام جائحة كورونا يعني كان نموذج أيضاً وطني عندها نماذج أيضاً من القطاع الخاص وعندها نماذج من قطاع غير ربحي في النهاية أن تحتاج أن أول شيء تسمع الناس بطريقة جيدة ترجع لمنظمة عندك تفهمها بشكل جيد وتنقل الرسالة لمختلف ضياف الناس كمين في سؤال بعمر لعله سقط ساهوان يعني بس إني برجع أذكره الشاب كيف يصل إلى خلنا نقول هذه المنظمات الشبابية إذا الواحد عنده فكرة معينة أو حاب أنه يكتسب تجربة يكتسب خبرة من المجتمع الشبابي كيف يوصل لهذه الجهات أنا نسمع أن الجهات اليوم يقدمون خدمات وموجودين ودعم الشباب بس كيف أوصل لهم هو تحتاج أخي سيف في النهاية بناء الفكرة التي تطلق منها تحتاج أن تختار الجهة المناسبة يمكن ذكرت مثلا مسك مشكورة ببرامجها شباب مجتمعي ببرامجها في مختلف الجهات تقدم برامج بناء على جدرات التي تضاف للشباب وأيضا بناء على مبادرات التي بالإمكان أن نكتسبها في المجتمع فيمكن منصات التواصل للجهات يمكن أفضل مثال لكن المثال دائما أنا أعول عليه البرامج التي تقدمها الجهات البرامج التي تقدمها الجهات هي فرصة للشاب أن ينقل فكرته بشكل جيد وفرصة أيضا أن يستفيد ويزيد من معلوماته بالجانب هذا سواء نتكلم عن البرامج التخصية أو البرامج التدريبية أو حتى اللقاءات التي تكون سواء ضمن المرش عمل أو غيرها فمن زاوية اجتماعية بدل أنك ترسل إيميل أو تتواصل مع الجهة عن طريق تواصل اجتماعي اشترك مع الجهة في أحد برامجها قيم الجهة وقيم فكرك وقيم أيضا المبادرة التي تطلق منها وبناء عليها تقدر أنك تحقق مردود جيد للفكرة التي تسعي تحقيقها بإذن الله كمين أنا تحسلت أبو عمر حاب أعطيك المساحة في حال تضيف حاجة وتعلق هذا شيء أول شيء أعطيكم العافية يالله عافية وكنا يعني مرّك هجول في اللقاء يعني حاولنا قد نستطاع أن يمكن نضع يمكن الضوء على بعض النقاط ونعتقد يعني دائما البودكاست يطلعنا من الجو شوية الرسمي ننتقل إلى الجو الاجتماعي أنا محظوظني بينكم اليوم وشكرا لكم على الدعوة وأتمنى لكم التوفيق من النجاح الله يعطيك العافية وشكرا لك أبو عمر على تلبية الدعوة ولنلقاء آخر إن شاء الله الله يطوي لك شكرا شكرا